اشتركوا في القناة في كيفية سرد الحدث بالتفصيل مش عم بيورينا صورة زرافة طالعة رأسها من الشباك أو قرد عم بنطنت على السطح إلى فوق أو مكعب أو إلى آخر شو رأيك؟ ده شيء مهم قوي لازم نفهمه يا أخ نيزار في حوالي 200 أسطورة في العالم عن الطفان في أغلب الحضارات في العالم وهذا بدل أنه فعلا كان فيه طفان بالضبط كده ده أحد الأدلة اللي حصل إيه أنه بعد برج بابل بعد الطفان وعدة سنوات والناس تجمعوا في أرد شنعار الرب فرق ألسنتهم في برج بابل فخرجت المجموعات البشرية لأماكن مختلفة في العالم ومعاها أحداث الطفان اللي الكتاب المقدس بيذكرها وكل حضارة طورتها بطريقتها وأضافت إليها وحزفت منها وحطت أسماء لوكل يعني أسماء موضعية للناس مش نوح أتلاقي أسماء تانية في الحضارات مثلا هناخد وثيقة من وثائق المشهورة أو وثيقة جالجاميش في وثيقة جالجاميش دي بيوصف الطفان أنه قعد أسبوع بس ما عليش هنقبل الرقم ده مش ده المهم المهم أنه بيوصف الطفان على أساس أنه مكعب ففي دراسة اسمها الدراسة الكورية دولة ناس علماء بحرية وما لهمش علاقة بالكتاب المقدس خدوا النموذج بتاع المكعب ده وحطوه في صورة إلكترونية على الكمبيوتر ورفعوا الأمواج لمدة 60 متر لأن دي الأمواج في البحار المفتوحة فلاقوا أنه مش هيكون فيري ستيبل هيكونوا عمال يتلقلق يتلقلق مش عيش مش متزنة خدوا المقاسات بتاع الكتاب المقدس 300 زراعة في 50 زراعة في 30 زراعة ارتفاع لأن ده ستيبل ده ثابت متزن فيبقى مين نائل من مين بيحزنني جدا يا أسيس نزار أن بعض الكتاب المسيحيين بيقولوا أن موسى نائل من جالجاميش مع أن الصح هو اللي كاتبه موسى بالوحي المقدس وبدقة وبوضوح زي ما حضرتك أشرت بالمقارنة بالكلام اللي كاتبه جالجاميش حاجة ملهاش أي معنى لا والكتابات الثانية في الأساطير يعني بتشوف مثلا بيذكر حدث مثلا نقول شريعة حمرابة لما بيتكلم عن السن في السن والعين في العين لكن بينسوا مثلا في شرائع كثيرة أو في قوانين أو أمور مذكورة اللي هي خرافية لا تتمشى أو تتناسب مع الأدب أو التسلسل الأدب لكلمة الله في الكتاب المقدس فأنا اللي بي طبعا يعني بصراحة أستغرب منه إيش معنى أنه نأخذ الكتابات دي ونحاول نبرهنها على أساس أنه ما نصدقش كلمة الله وكلمة الله واضحة بتتكلم عنها بشكل أدبي بشكل تاريخي الأرقام والأحداث والأعمار وكلها يعني بشكل واضح بالتأكيد عشان كده المشكلة مش العلم المشكلة في أن الإنسان وضع في قلبه أنه مش عايز يسمع الله زي ما الرسول بوليس بيقول في رمية أصحاح واحد لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم فأسلمهم الله إلى زهن مرفوض فالفكرة أن الله وجوده واضح تاريخ الكتاب المقدس واضح وثائق الكتاب المقدس ما فيش زيها في العالم خالص في أي وسيقة تاريخية قديمة لكن مع كده بنتشكك في كلمة الله لن يعرف المشكلة فين يا سيس نيزار من أول ما الشيطان حارب أحقا قال الله وهي أول جملة حكها الشيطان بالضبط ده أول سؤال واجه البشرية أحقا قال الله ولزال هذا السؤال بيواجه البشرية في القرن الواحد وعشرين اشتركوا في القناة